بحث سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون العربية السفير ياسر عثمان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ووضع السفير مارم المسؤول المصري في صورة الأوضاع السياسية في بلادنا منذ توقيع اتفاق الرياض وتطوراتها حتى الآن وتحدث مارم عن عودة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك صعيد إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحاولة استهدافها من قبل الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران في مطار عدن في واقعة تنافي كل الأعراف والقوانين الدولية واشار السفير مارم إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الميليشيا الانقلابية الحوثية كمنظمة إرهابية وإذ جاء كنتيجة لحملة سياسية ومطالب شعبية تبنتها الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي بعد أن استمرت الميليشيا في ممارسة أعمالها الإرهابية ورفضت كل دعوات السلام وإنهاء الحرب ضد الشعب اليمني ووقف تهديداتها للدول الجوار وخطوط الملاحة الدولية مؤكدا بأن الحكومة وانطلاقا من حرصها على كافة أبناء الشعب اليمني قد قامت بتشكيل لجنة عليا للتطوير الأعمال الإنسانية والتعامل مع المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية اشتركوا في القناة